لبنان يعيش أزمة سياسية واقتصادية طويلة الأمد لا تخفى على أحد وفي الوقت نفسه تجد أطرافا لبنانية تورط نفسها في صراعات خارج البلاد بدلا من توجيه جهودها لحل أزمات الداخل البطرياركو الماروني بشار الرعي أطلق تصريحات نارية تجاه حزب الله متهما إياه بالإصرار على إبقاء لبنان في حالة حرب وسأل البطريارك حزب الله لماذا يقف ضد حياة لبنان ويتفرد بإعلان الحرب والسلم رغم أن ذلك من مهام ثلثي أعضاء الحكومة وفقا للدستور كيف تؤثر تصريحات الرعي على المشهد السياسي في لبنان؟ هذا هو موضوع نقاشنا بعد قليل يواصل رأس الكنيسة المارونية في لبنان انتقاده لحزب الله يقول كثيرون إنه يسمي الأمور بأسمائها من دون مواربة أو مهادنة لجأ إليها الخصوم التقليديون للحزب بدك تجبرني روح على الحرب يعني أنه أنت تنعمل نحن حياة لبنان وفي خيرك وخير كل اللبنانيين في بابة إزدهار ما بدك يهي بدك خلينا نكون بحياة حرب أنت تقررها وطب أنت عم تيخد رأيي تتعمل حرب عم تيخد موافقة تتطوط على سوريا على العراق على اليمن أم تيخد رأيي الحكومة لن بدك تعمل تشهر الحرب والسلام مع إسرائيل تصعيد الراعي يأتي بعد أسابيع من طرحه دعوة لمؤتمر دولي يضمن حياة لبنان وتجنيبه تداعيات تورط حزب الله بسلاحه في ساحات نزاع إقليمية واضح اليوم أن المقاربات تختلف وتتبعد بين الفريقين بكركي من جهة وحزب الله من جهة حزب الله لا يزال يعتبر لبنان ساحة من ساحات إيران التي تلعب فيها أوراقها بدليل الموقف الذي أعلنه السيد حسن نصر الله بالأمس والذي حكي فيه نيابة عن كل محوار الممانعة بأنه هو ماضي في مشروع مواجهة الولايات المتحدة وحلفاء بالمنطقة قيل في كلام الراعي إنه ناري لكن معارضي حزب الله يرون أنه محاولة لاحتواء تداعيات النيران التي فرضتها خيارات حزب الله ومصادرته قرارات الحرب والسلم التي يفترض أنها ملك الدولة اللبنانية ربما يشكل طرح البطريارك للحياد مخرج حزب الله من المستقعات التي غرق بها خصوصا في سوريا ويعطيه طريقة مشرفة لعودة إلى لبنان ولكن ردت فعل الحزب على طرح البطريارك التي كانت إعدائية ووصلت إلى حد التخوين والربط بمحور إسرائيل وأمريكا دفع البطريارك إلى طرح الأمور كما هي استهل الراعي حملته لمعارضة سياسة حزب الله بدعوته لتحرير الشرعية والنضال لاستعادة هوية لبنان حسب تعبيره وفي ذلك اتهام مباشر لحزب الله يقول مراقبون بأنه غير هوية البلاد التي طالما تغنت بانتمائها لمحيطها العربي تأتي تصريحات البطريارك الماروني ومضيه بمعارضة حزب الله في وقت تصمت فيه معظم القوى السياسية مفضلة تجميد أي نزاع مع الحزب على اعتبار أن ذلك قد يبرد الساحة المحلية الملتهبة حسب رأيها دارين الحلو سكاينيوز عربية بيروت ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي من بيروت معنا الكاتب والباحث السياسي إلياس الزغبي ومعنا أيضا الكاتب والباحث السياسي علي سبيتي مرحبا بضيفي أستاذ علي مساء الخير دعني أبدأ معك أولا الأسئلة التي طرحها البطريارك الرائع أليست أسئلة مشروعة تساءلها الكثير من الناس داخل لبنان وخارج لبنان مساء النور لك وللضيف الكريم وللمستمعين الكرام بالتأكيد ما ترحل صاحب الغبطة ليس بجديد هو قديم منطق حياد لبنان عمره أكثر من ستين سنة ليس وليد ساعة وليس وليد لحظة وليس وليد معضلة سياسية أو نتيجة الآن تأزمات الوضع السياسي في لبنان هو ناتج عن عقلية موجودة في الساحة السياسية في لبنان في المشهد الطائفي في لبنان هو موجود ولم يكن موجودا أهنذاك حزب الله عندما طرح الرئيس شار الحلو بالستينيات القرن الماضي فكرة الحياد لم يكن حزب الله موجودا وعندما تقدم الشيخ بيري جمي المؤسس حزب الكتائب بموضوع الحياد لمجلس الوزراء لم يكن حزب الله موجودا وعندما تقدم آخرون ينتمون بصلة أو بأخرى إلى آنذاك إلى حزب الكتائب أو إلى ما كان يعرف بالجبهة اللبنانية لم يكن حزب الله موجودا وقد عارض هذا الحياد في البداية في طليعة المعارضين لحياد لبنان المسيحيون بس اسمح لي أستاذ علي على المقاطعة ريمون إددي يعني رئيس الكتلة الوطنية أعتقد وأنت تعرف أكثر مني بالشأن اللبناني لكن الطرح في ذلك الوقت كان مختلفا بشكل كبير يعني لم يكن هناك قوات تابعة للكتائب تحارب في سوريا ولا تحارب في اليمن ولا تحارب في العراق المعطيات والظروف كانت مختلفة بشكل كبير أستاذ مهند كانت أحداث 58 أي الرئيس كميل شامعون وعندما طرح كان في أزمة 58 في أواخر عهد الرئيس شامعون طرح شهر الحلو في مقالتين عملية الحياة في لبنان ومن ثم طرحت هذه المسألة بال67 عندما كان الصراع العربي الإسرائيلي محتدما وطرحت هذه المسألة أبان الحرب الأهلية في لبنان وتوالت باستمرار وكان أول المعارضين لعميد الكتلة الوطنية ريمون إددي ومن ثم بير إددي وكمال جنبلاط وتأييد دين الصلح ورشيد كرامي وصائب سلام هذه القوى التي عارضت حياة لبنان واعتبره أنها فكرة غير طبيعية لم يكن موجوداً حزب الله أستاذ علي هذا كانت متعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي وبموقف الجبهة الوطنية في لبنان آنذاك وكل هذه الأمور الوضع اليوم نحن نتحدث عن شيء مختلف أستاذ الياس مرحباً بك معنا أيضاً في هذا النقاش أولاً هل ترى أي شيء جديد في طرح البطريارك الراعي في هذا التسجيل المختصر استمعنا شيء مشابه من البطريارك قبل فترة ليست بطويلة في الحقيقة يجب أن نذهب إلى العمق إلى فلسفة وجود لبنان كدولة ففلسفة وجود لبنان كدولة أنه دولة محايدة هكذا نشأ عام 1920 وهكذا جاء في كل بيانات الحكومات المتتالية حكومة الاستقلال الأولى برئاسة رياض الصلح وتكرار الذين طالبوا بحياد لبنان ما هو إلا تكرار وتأكيد على الأصل أي أن لبنان دولة محايدة وحتى الحكومات التي كان يهيمن عليها حزب الله لا يزال دعت إلى الحياد دعت إلى النأي بالنفس والنأي بالنفس والحياد في حد ذاته مع فارق أن الحياد ربما يكون مقنناً دولياً ويكون بإرادة دولية جامعة وعربية طبعاً لذلك فإن الكلام أن حزب الله لم يكن موجوداً أنذاك وهناك فكرة تقليدية موجودة في حياد لبنان هذا يرتبط بأساس وجود لبنان وبكيانيته والطائفة الشعية التي يمثلها حزب الله اليوم هي طائفة كيانية في الأساس وأبرز القادة الروحيين في الطائفة الشعية ومنهم الإمام الصدر ومنهم الشيخ شمس الدين والسيد الكبير محمد حسين فضل الله كانوا يدعون دائماً الشيعة إلى عدم الانخراط في مشاريع خارج أوطانهم أي خارج لبنان كوطن لذلك فإن خروج حزب الله عن هذا السياق التاريخي للبنان هو الذي دعا غبطة البطريارك الراعي إلى طرح حياد لبنان أولاً لأنه يأس ونحن معه طبعاً كلبنانيين بأكثريةنا الساحقة يأسنا من هذه الطبقة السياسية التي لا تستطيع أن تأتي بأي حل وهذا ما نشهده يومياً لذلك لابد من حضانة دولية لإخراج لبنان من مأزقه الخطير وربما من انهياره كدولة وكوطن لذلك رفع السيد بطريارك الراعي كلامه وصوته بالمطالبة بمؤتمر دولي ليحتضن الحل اللبناني ويكون لبنان خارج صراعات المنطقة إذن نحن هنا بين صراع جبهة الحرب وبين جبهة السلام والبطريارك الراعي طبعاً هو الذي يدعو في هذه الدعوة الكريمة إلى السلام اللبناني برعاية دولية طبعاً ولكن البعض يقول تبقى دعوة البطريارك الراعي يعني صرخة في البرية كما يقال يعني مواقف تطلق ولكن على أرض الواقع لا تغيير حزب الله لا يغير أي من سياساته بناء على هذه الدعوات أستاذ علي في المرة الماضية عندما طرح البطريارك شيء مشابه كان هناك نوع من الهجوم عليه والبعض ذهب إلى حد تخوينه هل مرة لم نسمع الكثير على الأقل حتى الآن من الحزب هل نتوقع موقف يصدر على الحزب قريباً برأيك يعني أنا أستاذ مهند تكلم في الشق الأول أريد أن أكمل في الشق الثاني في موضوع خروج حزب الله عن الحياد وبالتالي انخراطه في مشاريع خارج إطار الدولة أنا أعتقد ما تقدم به الأستاذ الياس هو كلام أخلاقي وليس سياسي باعتبار أن السياسة في مكان والأخلاقيات في مكان آخر حزب الله لم يقم بأي خطوة سواء كان على الجبهة مع العدو الإسرائيلي أو مع خارج الحدود إلا من خلال الحكومة اللبنانية المسؤولة بشكل مباشر عن دور حزب الله المنصوص عليه دائماً في البيانة الوزارية كل الحكومة لم يكن هناك موقفاً هذه مغالطة خطيرة هذه مغالطة خطيرة جداً اسمع 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 خليني كفّي أستاذ الياس سأعود إليك أستاذ الياس بعدها خليني أستاذ عليك يرضى عليك يرضى عليك يرضى عليك هذا كلام الصالونات وكلام الشاشات هذا كلام تعبئة عملياً حزب الله جزء من الحكومة في لبنان منذ انسحاب نظام السوري من لبنان هناك تفاهمات تمت بين أرباب الطبقة السياسية وكان في مقدمة هذه التفاهمات الاتفاق الرباعي وقبل الاتفاق الزمن الشهيد الرئيس رفيق الحريري كانت المقاومة حاضرة في البيان الوزاري واستمر هذا البيان الوزاري طيلة الحكومات المتعاقبة على لبنان حتى الأمس والتي سوف تتشكل أيضاً في القريب العاجل إن شاء الله سوف تنضي أو تبصم بشكل واضح على موضوع المقاومة ودور المقاومة بس ما خاصة المقاومة بما يحصل في اليمن وبالعراق وبسوريا اسمح 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 حبيبي اسمح الأطراف المسيحية في لبنان هي أول من قالت بأن حزب الله يدافع عن المسيحيين في سوريا ارجع إلى موقف الطيار الوطني الحر الذي يمس الرقم أساسي في التركيبة السياسية في لبنان أعطني موقفاً سياسياً لجهة سياسية وازنة داخل الحكومة لها موقف مغاير بعيداً عن الصالونات أعطني داخل مجلس الوزراء هناك كلام خجول في هذا الموضوع أما عملياً الكل موافق على موضوع أن يكون هناك دور لحزب الله خارج الحدود وإلا هذه التسهيلات التي تتم كيف تتم طيب جيد هذه نقطة مهمة أستاذ الياس ما رأيك الكل موافق على دور لحزب الله خارج حدود لبنان كما يقول الأستاذ علي ما رأيك هذه مقولة تنسف نفسها بنفسها مغالطة خطيرة أن نقول أن الدولة اللبنانية الحكومة اللبنانية رئيس الجمهورية الذي هو حسب الدستور القائد الأعلى للقوات المسلحة في لبنان أي أن رئيس الجمهورية أعطى أوامر لحزب الله كي يذهب إلى سوريا واليمن والعراق وديار الله الواسع كي يحارب خارج لبنان هذا موضوع ما أحد قاله هذه مفارقة وهذه مغالطة خطيرة ضد الدستور اللبناني هناك كلام أن الجميع يغطون ويوفقون أقول بأن هناك لا توجد تصريحات سياسية أنا حكيت بالسياسة هذه مغالطة خطيرة تدل وتكشف عن حقيقة خطيرة إذا سمحت تدل وتكشف عن محاولة خطيرة للقول أن قرار حزب الله هو القرار اللبناني وهو قرار الحكومة اللبنانية وهو قرار رئيس الجمهورية إذا لم يكن رئيس الجمهورية قد قال كلاما معاكسا لتورط حزب الله في الخارج تلك الورقة والتفاهم التي جمعت رئيس الجمهورية أعطي كلاما للحكومة اللبنانية أما القول بأن جميع المسيحيين يوافقون ويريدون من حزب الله أن يحميهم فهذه مغالطة أخطر أشد خطورة هذا ليس صحيحا هناك جيش لبناني وهناك حيويات لبنانية تستطيع أن تدافع عن نفسها وليست في حاجة إلى أي حزب مسلح من خارج الشرعية اللبنانية كي يحميها أو يدافع عنها هذه مغالطات خطيرة تنسف فكرة لبنان في الأساس هناك دولة لبنانية هناك دستور لبناني وأي قرار في الحرب والسلم يجب أن يكون من هذه الدولة من الحكومة اللبنانية من مجلس المزراء اللبناني برئاسة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هل رئيس الجمهورية هو الذي وافق على أن يذهب حزب الله إلى سوريا ويحارب؟ أو إلى اليمن؟ هل هذه المغالطة يمكن أن تمر هكذا ببساطة بكلام إنشائي؟ بالقول أن حزب الله يحظى بغطاء لبنان شمل يكفي لدى المسيحيين موقف بكركي وهي المرجعية الكبرى للمسيحيين أستاذ علي أنا فهمت من كلامك وكأنك تقول أن هناك موافقة أو على الأقل مباركة حكومية لنشاطات حزب الله خارج الحدود هل هذا ما قصدته؟ يعني شايف جميل أنك أنت فهمت كلامي للأسف أنه هو معي لا بس أنا فهمت كلامك ولكن لدي الكثير من الأسئلة حوله إذا كنت تقصد ذلك بالفعل أن هناك موافقة طبيعي جداً طبيعي جداً أنا أول ما ذكرت أذكرت أن هناك أنا أول شغلي أول شغل أستاذ مهند هناك في لبنان فريق سياسي حزب الله جزء من هذا الفريق السياسي هؤلاء دائماً يحملون حزب الله مسؤولية ما يجري حزب الله ليس وحيداً في الساحة اللبنانية حزب الله يمثل أطراف سياسية في لبنان هي الآن الوازنة داخل الحكومة وداخل المجلس النيابي أي داخل مؤسسات القائلة في لبنان هو الفريق الوحيد الذي خرق القرار اللبناني وذهب للحرب خارج لبنان يا أخي يا أخي يا حبيب يا أخي يا حبيب يا أخي يا حبيب فريقك شو عمل عطيني بالمقابل فريقك شو عمل شو بده يعمل؟ بده الدولي فريق يريد الدولة يريد مؤسسات الدولة يريد أن يكون الجيش اللبناني هو الذي يحمي لبنان هذا ما يريده اللبنانيون وليس مشارك خريق في لبنان هذا الجزء من لبنان الذي اسمه حزب الله يتخذ قرارا فرديا ولا يسأل رأينا ولا يسأل رأي اللبنانيين في الحروب حتى نعيد تركيز المقاش روح على مطرح يساعدك روح على مطرح يساعدك سيد ليساعدك روح على مطرح يساعدك البطريارك كان له هذا التسجيل المختصر دقيقة ونص تقريبا طول هذا التسجيل أهم ما قالوا في هذا التسجيل هي التساؤلات حقيقة طرحها ووجهها لحزب الله يقول البطريارك هل تطلب موافقة للذهاب إلى سوريا والعراق واليمن؟ هل تطلب رأي الحكومة حين تعلن الحرب والسلام مع إسرائيل؟ علما بأن الدستور اللبناني يقول أن أعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار من ثلثي أصوات الحكومة أستاذ علي بدي أعود إليك مرة أخرى بالمسألة التي أنت طرحتها وأشرت فيها وألمحت إلى أنه كان هناك موافقة ومباركة حكومية لهذه الأنشطة كيف توصلت إلى هذا الاستنتاج؟ عدم وجود موقف عدم وجود موقف رسمي داخل الحكومة يعارض تدخل حزب الله في هذه الصحات؟ طبعا 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 أستاذ أنت صحافي أنت صحافي تعرف بالأرقام بالمباشرة أنت ما تلعب في بيان الحكومات أعطني موقف مباشرة في سياسة الحكومات يا أخي ما في موقف مباشر الرئيس سعد الحريري أعلن أكثر من مرة أن موضوعات السياسية موضوعات خليل خلافية ولن ندخل في الموضوعات الخلافية ألا أبي نفسي عن الاعتداءات على المملكة العربية السعودية؟ طيب يعني أفهم من كلامك أستاذ علي مرة أخرى أنه عدم إصدار أستاذ مؤنت بالله عليك أستاذ مؤنت كلمة صغيرة بس يضع عليك ودي أخذ منتين تك أنا كلمة صغيرة بس كلمة صغيرة أعطني موقفا للرئيس سعد الحريري قال بفمه الملآن أن الموضوعات الخلافية في لبنان من نجبة وراء ظهرنا نحن بدنا نشتغل بالموضوعات الداخلية بمعنى أن أزمات اقتصادية بدنا نحلها أزمات السياسية مش شغلتنا بدي رد أنا على أستاذ ياسي الزغبة وبدو رد على رئيس الحكومة هذا ما أعطي الله عمليا أستاذ علي خلينا أعود أعطي الله عن هذه المسألة ما أعطي الله عن يحكي يا أخي الأستاذ وليد جمهات هذه هي المسألة وهذا ما موضوعات السلاح ليست في يدنا ما سموه عمليا عمليا ربط نزاع حتى ننهي هذه الزاوية بدأت تقريبا مسألة المؤتمر الدولي والحياد أستاذ الياسي وأستاذ علي حتى ننهي هذا الموضوع أستاذ علي أنت تقول أنه عدم معارضة الحكومة على نشاطات حزب الله خارج حدود لبنان تعني الموافقة هيك فهمت أنا من كلامه هذا يعني هذا بدت جهد بالتفسير لا ما بدأ جاهد بس أنت تقول أن هناك موافقة حكومية على ما يقوم به حزب الله وقتل ما في معارضة غير المعارضة شو فيه شو بتسميها طيب حتى ننتقل إلى مسألة أستاذ الياسي أنت قانوني أعطي لي تسمية ثانية طيب هناك هايمنة هناك هايمنة هناك هايمنة هناك غلبة هناك خطوة من سلاح الله ومهايمنة يا أخي حزب الله حزب الله ما بيقدر لحاله يعمل شيء لك يا أخي كنت أكثرية برلمانية أنت بتتحكم بتحكم بلبنان شو عملت لم يسمحوا لهذه الأكثرية بأن تحكم بقوة سلاحه قام بغزوة بيروت في سبع أيار 2020 وقام بغزو الجبل وبسلاحه أسقط حكومات ثم أنتج حكومات من خريق واحد وهذه الحكومة القائمة المستقلة الآن يعني نحن ندور في حلقة في حلقة شبه مفرغة أستاذ علي وإستاذ الياد خلينا ننتقل إلى مسألة الحياد ومسألة المؤتمر الدولي ودعوات حزب الله لا يستطيع أن يسيطر على المزاهب والطوائف في لبنان أستاذ علي خلينا نحكي في الوقت المتوقع عن مسألة الحياد والمؤتمر الدولي وكل هذه الدعوات التي صدرت أيضا عن البطريارك في الأوين الأخيرة وثيقة لبنان الحياد الناشط كما أسماها البطريارك تقول ضرورة تعزيز مفهوم الدولة اللبنانية من خلال جيش قوي وقضاء مستقل ومؤسسات قادرة على تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي والدفاع عن الأرض ضد أي أعداء سواء من إسرائيل أو غيرها أستاذ علي ما الخطأ في هذا الطرح يعني لماذا كان هناك اعتراض من الكثيرين في لبنان خاصة من أنصار حزب الله والذين يتفقون معه بالسياسة على هذا الكلام ما الخطأ في هذا الكلام الذي طرح البطريارك أستاذ مهند بلبنان لنعترفه بشكل واضح وصريح يعني المسألة ما بدأ تخبئي فيه انقسام سياسي في لبنان على كل شيء فيه انقسام على مواقف داخلية وفيه انقسام على مواقف خارجية الطروحات تأتي دائما على ضوء الحوار أنا خليني خليني كفه أي طرح هو مقبول من المعيب أن تعيب أحدا على طرح سياسي حق الإنسان أن يكون له رؤية وأن يكون له طرح سياسي في لبنان هذا موضوع خارج النقاش لكن الذي يحتاج إلى نقاش أن أي رؤية يجب أن تعتمد على حوار بين المكونات الأساسية في لبنان وبالتالي أن تنضج الفكرة باتجاه تأسيس لمؤتبر يتبنى هذه الرؤية وهذه الفكرة حتى لا يتم أخذ هذه الفكرة وبالتالي التعاطي معها على أنها جزء من الانقسام السياسي في لبنان على ضوء مضاعفات كل موقف من المواقف التي ينقسم عليها اللبنانيون هذه المشكلة التي أصابت أو سوف تصيب موضوع الذي طرحه غبطة البطرق أنا أعتبر بأن غبطة المطرق هو حريص على لبنان لا أحد يقول بأنه ليس حريصا على لبنان أي قائد بمستوى غبطة المطرق كان على المستوى الديني أو على المستوى السياسي له شعور وطني له محبة وطنية له حرص وطني على لبنان لا أحد يستطيع أن ينكر ذلك بغض النظر الآن عن بعض المسائل التي تثار من هنا أو من هناك لكن لب الموضوع يجب أن يحضر لأي رؤية وأن يتم نقاشتها مع الذين عندهم هواجس المسيحيون يمكنها هواجس معينة أنت تعلم جيدا أن هناك الكثير في لبنان أول شيء من نقاشتها نقاشتها مع المسيحيين يخيم مع المسيحيين نقاشتها مع المسيحيين مناقشة هذا الموضوع تحت أي مظلة في البرلمان في الحكومة أين تناقش مسألة تدخل حزب الله في العراق أو في اليمن أو في سوريا وين الساحة أو المنبر المطروح راحوا عنا أكثر من مرة راحوا على مؤتمر وطني أستاذ مهند أكثر من مشكلة راحوا على مؤتمر وطني طيب راحوا أنت تقتلح مؤتمر وطني للتعامل مع وعملوا توقيعات وعملوا التفاهمات تمت حزب الله لا يستطيع بش لا يستطيع بالمعنى الإجباري بالمعنى المنطق العقلاني أنه لا يستطيع أن يكون خارج خارج الرؤية اللبنانية خارج الوحدة اللبنانية خارج الإجماع الوطني لا يستطيع لا يستطيع حزب الله أن يكون خارج الإجماع الوطني أستاذ الياس ما رأيك يعني هذا يعني أو على الأقل هكذا يفهم من كلام الأستاذ علي أن هناك إجماع وطني على ما يقوم به حزب الله هناك ما في إجماع وطني أنا لم أقل أنا أقول لك إذا كان هناك إجماعا وطني حزب الله لا يكون خارج إجماع الوطني لننتوقف لننتوقف عن الكلام العاطفي والعام بهذا الشكل لنصل إلى الكلام الواقعي كي يخرج لبنان من مأزقه هناك تجارب فاشلة في الحوار أو في المؤتمرات الوطنية حوارات في مجلس النواب حوار وطني في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية على مدى جلسات كثيرة ولم تصل إلى أي شيء والآن نحن منذ أكثر من سنة ونصف نعاني مأزقا خطيرا لا يستطيع الحكام عما توصف السلزلياس عما توصف مشكلة مان نحن أمام مأزق نحن أمام حائط مسدود كيف نخرج من هذا المأزق هنا السؤال أتى البطريارك الراعي وطرح مسارا أو خريطة طريق اسمها المؤتمر الدولي طالما أن المؤتمرات الناجحة نسبيا التي أدارت الشأن اللبناني كانت خارجية وآخرها مؤتمر الدوحة وقبلها مؤتمر الطائف ومؤتمرات في باريس وسواها أول وثاني وثالث وسادر وغيرها إذن نحن في حاجة إلى حاضنة دولية لنعترف بهذه الحقيقة لأن اللبنانيين فشلوا في حوار بناء يستطيعون من خلاله أن ينتجوا سلطة مستقرة وقادرة على إدارة وطن ودولة جيد كلام جميل عم تحكي الآن بمشكلة لبنانية أساسية أن هناك حزب مسلح يضع سلاحه على الطاولة ويقول تعالوا وحاوروني كيف يمكن أن يكون هناك حوار بين ضعيف أو مستضعف وبين قوي أو مستقون كي يكون هناك تعادل بين اللبنانيين وحرية في القرار وفي التفكير على طاولة حوار يجب أن يكون هناك حضانة دولية أو مؤتمر دولي وهذا ما يطرعه البطريق الراعي إذ ذاك حين يتساوى اللبنانيون لا مسلح هنا ولا أعزل هناك ويتساوون جميعا يستطيعون إنتاج صيغة حياة سياسية ممكنة مستقرة قابلة للحياة ويتفقون على هذه الصيغة السياسية الجديدة ولكن ليس في مؤتمر تأسيسي كما يشتهيه حزب الله تحت سطوة سلاحه لا يمكن إنتاج سلطة مستقرة ودولة ومؤسسات تحت هيمنة السلاح يقرر الحرب هذا ما قاله البطريق الراعي يريد إقرار الحرب بنفسه دون أن يسألني أنا اللبناني الآخر رأيي ويقول تعالوا نتحاور أو تعالوا نشكل حكومة حتى لو تم تشكيل حكومة كما جاء هذا المساء في بيان مشترك سعودي فرنسي بعد اتصال بين الأمير بن سلطان وبين الرئيس الفرنسي إذن نؤلف حكومة نشكل حكومة ولكن هل هذا هو الحل؟ هذه وسيلة من وسائل الحل إعادة إنتاج السلطة حكومة تحكم لبنان يجب أن تكون حلقة في إطار خريطة طريق كبيرة تحت رعاية دولية ولا يمكن الخروج من أفضل خلينا نسمع من الأستاذ علي إلى رد على هذه النقطة أستاذ علي ما رأيك حضانة دولية لبنان بحاجة إلى حضانة دولية لسبب بسيط المسعى الداخلي فشل في حل هذه المشكلة وبالتالي السميل الوحيد هو إيجاد مثل هذه الحضانة ما رأيك؟ أستاذ مهند سنة التاريخ وسنة التجربة البشرية لا تتوفى معها لطرح الأستاذ الياس يعني النمسا بترد عليه أنه الاتفاق الذي تم إليه النمساويين بأنه بالحياد تطلب منهم أن يكون في موقف وطني داخلي سويسرا نفسها إرادة السلطة وإرادة الشعب سهبت بإتجاه الحياد أكثرية اللبنانيين تريد الحياد يا أخ بعدك عم تحكي أنت اللبنانيين يا حبيبي نحن الآن ليس أمام معضلة الذهاب باتجاه اتفاق وطني كما كانت وصيقة الطائف المطروح الآن السلطة السلطة يا أخي غير حرامية نحن العام نقوله بشكل واضح هناك تكبير للأزمة في لبنان هناك في تكبير للأزمة في لبنان الأزمة في لبنان ليس مؤضلة وحزب الله حبيبي حزب الله تكافح الفساد حزب الله أتى حلك استقرارا لن تطوح لك الحرب في لبنان لن ينتهي مؤضلة لبنان حبيبي أنت عملت 58 دولي نعم تحكي عنها هناك علاقة سببية عضوية بنائوية عملت 58 يجب تكسر هذه الحلقة يا قلبي تجربة اللبنانية ما بتساعدك أستاذ علي بدأ أشكرك لأنه وقتا انتهى الأستاذ علي سبيتي الكاتب والباحدة السياسية حزب الله على الاستقرار في لبنان شكرا لك الأستاذ علي سبيتي الكاتب والباحدة السياسية كان معنا من بيروت ومن هناك أيضا كان معنا الأستاذ ذيليس زغبي الكاتب والباحدة السياسية شكرا جزيلا لكم